اهلا بيكم من جديد الامم المتحدة قدمت تقريرها رقم 14 لمجلس الامن واشدت من خلاله بجهود مصر في مجابهة ومكافحة الارهاب بالتوازي مع تحقيق التنمية في سيناء كمان التقرير تكلم عن التهديد اللي بتمثله الجماعات الارهابية على السلم والامن الدوليين تفاصيل كثيرة عن الموضوع ده ازاي مصر ادرت تتعامل ازاي مصر اقرت قوانين ادرت انها تحل بيها المشكلة دي ازاي مصر استثمرت في البشر جنب استثمرها في الترق وجنب استثمراتها اللي حصلت على الارض وده طريقة جديدة استخدمتها لمكافحة الارهاب خلينا نتكلم اكتر عن جهود الدولة في مكافحة الارهاب مع العميد سمير راغيب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية صباح الخير على حضرتك يا فرمي صباح خير سرمينا صباح خير سرمينا صباح خير سرمينا سعيد بوجود معكم اهلا وسهلا بحضرتك بنسعد بوجود حرك معنا دايما لو قلنا ان تقرير مجلس الامن تقرير محترم الفكة الامم المتحدة عفوا لمجلس الامن التقرير يعني اشاد جدا بالجهود المصرية وتضمن العديد من النقاط اللي تم توضحها بالتفصيل في هذا التقرير لو حركت قلنا كده العنوين الرئيسية اللي تناولت الوضع المصري الحالي التقرير 21 صفحة بيشمل مش مصر فقط وكل العالم وتهديد الإرهابي وبالتفصيل وبدراسة طبعا معمقة في كل مناطق العالم اللي ظهر فيها تهديد لده سواء كان الإقليم نفسه يعني في أوروبا في آسيا في أفريقيا وهو تفصيلا في البلاد فهو الحقيقة اتكلم على لسه بقاء وتنظيم مش بواترته القديمة يعني لكن بتهديدات ممكن توصل لعشر تلاف مثلا في سوريا والعراق ليبيا تراجع فيها بس لازال موجود في مناطق جنوب شرق آسيا في أوروبا فجي عند مصر يتحدث أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب وعدم حدوث أي عملية إرهابية من العام 2019 وإن مصر نجحت مش في الفعل الأمني والشرطي والعسكري لكن نجحت في التنمية ونجحت في فكرة التائبين أنه يعني حد بدون ما يتقبض عليه رح يسلم نفسه يراجع نفسه وفكرة التعامل مع المسجونين في موضوع هي كلمة صعبة يعني 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 أكثر من هي فكرة أن أنا أخلي الإنسان يرجع للسوية يعني عشان يعني أنا بقولها بالإنجليزي مش فلسفة والله لو حد بيسمعني متخصص ما قولش هو راح في حتة تانية مش إعادة تأهيل يعني هي مش عايز أقول إعادة خلق لأنه ما فيش حاجة اسمها لكن هما يعني أكيد وصل سلوك نحن نتكلم في وقع أمر وبنتكلم في مصرح أقرب ما يكون الضبط يعني هو طبيعي الإنسان بتولد على السوية كنين حد يتحول لمجرم فقط السوية صحيح الإرهاب نعم الإجرام فيه فقد سوية أكثر من الإجرام حتى العادي لأن ممكن الإجرام العادي يكون مثلا نتيجة ظروف نتيجة أو يعني ثقافة شاعة في منطقة ما مصر نجحت بالتنمية وعشان كده أنا عايز أقول إن اللي انتصر مش العسكرين والأمن الدولة والمواطن والمواطن والإعلام والمفكرين وكل من كان له دور في خلال يعني مش كان عولت الدولة بالزبط الدولة المصرية بالزبط الدولة المصرية يعني لأنه نحن دايما الناس بتعامل مع الإرهاب إنه هو ظاهرة إجرامية تتعامل معها الأمن المفكرين لي دور التعليم لي دور الرجال الدين ليهم دور النجاح ده بدأ ب لما بدأ يتولر يصعب فتاة سيسي واتكلم على المقاربة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب صحيح يمكن لو حد دارس في فكرة مكافحة الإرهاب وليس مقاومة الإرهاب المقاومة ده عمل شرطي وعسكري ومخابراتي فعلا ورد كافة بالزبط يعني المكافحة اللي بتتعامل مع جزور المشكلة مع أبعاد المشكلة الإرهاب بتكوينه ظاهرة متعددة الأبعاد والمستويات صحيح يعني الأبعاد فيه بعد أيديولوجي الفكرة نفسها يبقى أنت لازم تصلح الفكرة يعني لو حد عنده مفهوم خاطئ للدين تصلحه اللي حيصلح له مفهومه مش الزباط مش الأمن مش المخابرات المخابرات تعمل خطة لده لكن اللي حيصلحه المختص الإعلام دي دور لها بعد خاص بالانتماء والولاء فيبقى أنت لازم المواطن المواطنة يشعر بالانتماء أعتقد المصريين الموجودين في هذه الأماكن الحدودية بالذات هم أكتر ناس ينفع أن أقول لهم كترخيركم أنتوا استحملتوا كترخيركم أنتوا ساعدتوا الدولة المصرية كترخيركم أنتوا يعني لأنه هم اللي كانوا عندهم القدرة أكثر للوصول للجماعات التكفيرية والجماعات الإرهابية بالفعل من عشان كده هو لو رافض الإعلام مش هيفتحوا أصلا لن يتعرض للإعلام ولن يتعرض للمؤثرات بصفة عامة لكن التعامل اليومي أعتقد بيفرق كتير أنا قلت ظاهرة متعددة الأبعاد والمستويات أنت ودتيني للمستويات قبل ما أكمل أبعاد مش مشكلة المستويات اللي هو المستويات اللي حضرتك بتتكلمي به اللي هي البيئة القريبة إن البيئة دي نفسها لا تكون بيئة حاضنة للإرهاب وإن البيئة دي نفسها تعمل معاها المعالجة لتخليها تبقى عنصر فعال معاك في المكافحة فتقوم تقوم أبنائها ده البعد الأول البعد الثاني اللي هي البيئة الأكبر ليه المحافظة بعد كده البلد لغاية ما توصل لمرحلة الإقليم الإقليم دي في دول بالدعم للإرهاب لزي تتعامل معاها فيه قنوات دبلوماسية والتحركات سياسية عشان تتعامل مع الإقليم نفسه لو فيه دول إقليمية تخلى يعني بتبعد سلاح بدعم الإنكيوبيتول مصر تحديدا موقعها الاستراتيجي والجغرافي هو موقع متميز لكن يعني بيموج بكثير من التحديات والمخاطر عندك ليبيا وعندك غيرها من الحدود اللي كانت منفز وبوابة لدخول أو سهل من خلالها تسلق الإرهاب ليك بالفعل احنا بنتكلم ما بعد يعني ما أطلق عليها ربيع العربي ليبيا نهر النظام وفيه 30 مليون قطعة سلاح في يد الشعر وبدأ نشاط لداعش في سرط ونفتكر يعني استشهد يعني أبنائنا المصريين الصحيح الصحيح السودان مش قادر يسيطر على حدوده الدولة المصرية كانت مشغولة بفكرة إعادة أعمدة الدولة كان فيه سيولة حدودية كان فيه مقاتلين أجانب دخله فرجعنا لغاية ما وصلنا لغاية مستوى الأمم المتحدة ورئيس سيسي ليه كلمة تاريخية وضمت كوثيقة من وصائق الأمم المتحدة فكرة المواجهة متعددة الأبعاد لظاهرة الإرهاب اللي فيها بقى التنمية وفيها الإعلام وفيها مواجهة الداعمين اللي هم بيوفره حواضن تتبع الأرصدة اللي هو موضوع تكفيف المنابع منابع المال بتيجي منين فزيما حدثت كلمتي في المقدمة بقى فيه تشريع عشان فكرة غسيل الأموال ونقل الأموال عشان تقدر تسيطر والناس اللي هم الأنشطة اللي بتدعم ده كان محتاج تشريع كان محتاج قوانين عشان نلغي حالة الطوارئ فرض حالة الطوارئ فبقى عندنا قانون مكافحة الإرهاب وقوانين جرام الإنترنت وقوانين تنظم الصحافة عشان ما يجيش واحد يشيطن الشعب ويدعو الفكرة تحت عنوان حرية الرأي وحرية الصحافة لا بلد من قانون عشان دولة من احتمل القانون لغينا قانون حالة الطوارئ لم تمدد لا ما كانش هيتلغي غير بعد الطفرة والنجاح الحمد لله اللي حصل والاستقرار اللي حصل لأرض ويمكن يعني بالصدفة بقى أو بالتزامن احنا النهاردة في أول مارس عندنا كان العملية الشبلة اللي انطلقت لتكفيف منابع الإرهاب بحرا وبرا وجوا في 2018 في النهاردة احنا بنحتفل او مرور انا كنت موجود في العملية الشاملة السينة بالمناسبة 2018 ويمكن انا كنت من سعداء او اللي حالفهم الحظ اللي انا اكون انطلقت العملية في 9 فبراير 2018 احنا كنا موجودين هناك كمراسلين عسكريين في 12 فبراير 2018 وشوفنا بعنينا المواجهة وشوفنا ازاي بيتم تكفيف منابع الإرهاب وازاي بتحصل المواجهة يمكن المواجهة الإنسانية لان انا هنا بقول ليه المواجهة الإنسانية لان احنا شوفنا بعنينا هجمات كانت بتحصل على قوات انفاذ القانون المصطلح اللي حضرتك يعني بتحب تستخدمه دائما لانه هو عبارة عن قوات الجيش والشرطة وشوفنا ان الجيش في وقت من الاوقات والشرطة يعني لا يستطيعوا الرد بالمثل بسبب وجود أطفال في مكان يعني الهجوم اللي بيحصل في العمليات الإرهابية تحديدا بس هنا اللي انا عاوز اقوله يمكن اثناء وجودي ووقتها كان سيادة الواء خالد مجاور هو كان قائد الجيش التاني قالنا ان فيه توجيه من القيادة السياسية بان ما يبقاش المواجهة عسكرية فقط لازم يكون فيه تنمية حقيقية في سيناء علشان تنتهي ظاهرة الإرهاب من سيناء ازاي سهمت النهاردة هذا الفكر للقيادة السياسية في الوصول لهذا التقرير الناس كانت بتسألني يا سيد أحمد طب هو العملية 2018 احنا بنها 2019 ليه ما فيش العملية الشاملة سيناء 2019 التقرير ده رد ان هو الارهاب انتهى في 2019 فبالتالي ما بقاش مطلوب يعني عادل امن الوضع الطبيعي اللي يمكن لقوات انفاذ القانون تتعامل معاه بدون يعني وضع خاص لا وساعة انطلاقها كان العملية أسف على الموضوع كان العملية لها بداية وليس لها نهاية إلا بانتهاء منابع الإرهاب وقد كان انا بس عايز اضيف لحضرتك ان سيد رئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادلة على خط المسلحة كان كلف الفريق معالي الفريق اسامة عسكر بتولي جابهة سيناء اللي هي جابهة الشرق يعني وهي كان تحتها كل عناصر سيناء من جيش والشرطة وأجهزة أمنية بكافة تنوحها بالإضافة للتنمية وده كان من النجاح ده يعني اللي تم ما قبل 2018 طبعا معالي فريق اسامة عسكر هو رئيس أركان حرب خط المسلحة الحالي الحالي ويعني بعدها يعني جي اللي هو رأفة الدشو يعني وآخرين الحقيقة كملوا الموضوع اللي غات ما وصلنا اترافعت حالة طوارق والأستاذة مينا بتقول أهل سيناء أهل سيناء كانوا وقفين بالبع والدراع صحيح وقدموا شهدة دموها مختلط بدم أحمد المنسي يعني خالد مغربي صحيح واللي يعني الناس تقريبا من خلال كمان الدراما عرفوا أكتر عنهم يعني وتحملوا ولما جي موضوع الإخلاء الطوعي المؤقت اللي هم في المناطق اللي فيها عمليات زي ما ساتك بتقول أهل سيناء أحمد اللي كان القوات إنفاذ القانون بتستخدم قاعد اشتباك لا تؤدي لإصابة مدنيين سواء بنيران صديقة أو عندين قصد لما تم يعني إخلاءهم طوعيا مؤقتا وسبق أرضهم كانت فيه ناس بتطلع تقول دسابوا أرضهم السنة دي من بعد حال طوارد رجعوا أراضيهم والقوات المسلحة تكفلت بناء لأساسهم نحن عاوزين بس نقطع حريك هنا سيادة العميد يعني نأسف يعني لهذا الخبر العاجل من شوية الإدارة العامة للمرور أعلنت عن وقوع حادث مروري على الطريق الدائري القادم من ألواحات اتجاه المريوطية اصطدمت سيارة نقل في ست سيارات موجودة وحدث حالة إصابة واحدة مع وجود كثافات مرورية ربنا نسلم الجميع إن شاء الله يا رب الله نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك وحريك كنت بتقول أن المواطنين اللي كانوا تركوا بيوتهم تكفلت القوات المسلحة المصرية بإعاداتهم أحنا عايزين نقول إنها عوضتهم ببيوت مبنية على نفس اضطراض للمحافظة على فكرة الدمج مع البيئة والمحافظة على البيئة يعني هم مش يعني لما أعادت البناء ما أعادتوش على زقها أعادتوا على زق الناس اللي موجودة علشان التأكيد على الهوية وعا الثقافة وإن ده ما يخرجوش أبدا من الشكل بس مع أكثر تطورا يعني هم عوجود خدمات أكتر لكن التأكيد على راحته حضرتك مش محتاجة ضيف على فكرة أنت بتقولي لنا لنا كنت عايزة فضل يا فضل أحنا روح نصلا وصورناها وشفناها فإمكان ده ببعد من معناصر التنمية الدائمة والمستدام لبعد مصر بترعي البعد البيئي البعد المكاني مصر عاد الأهالي سيناء هم مش كله يعني فيه ناس عندها مباني عندها بيوت في بيوت تضرار رصدوا لهم ميزانية عشان رفع كفاهة البيوت طيب بعدها الناس قالوا احنا عايزين يزودها فالدولة زودتها وقالت عندها استعداد لو فيه بيت محتاج أكتر دي البيوت اللي هي مبنية يعني احنا ما هدناش المنطقة فيه منطقة اللي هي الخمسة كيلو شريط الحدود ده تبقى للقانون اللي تتواجد فيه حاجة اسمها قانون رئيس الجمهورية التنظيم الحدود نص على المسافات في كل حتة في مصر سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب فبالتالي المواطرين رجعوا الدولة تكفلت بناء اساسهم بتعوضهم بتعوضهم على الزراعات يعني كان فيه مناطق اللي هي مزارع الزيتون اللي الإرهابين كانوا يستخبوا فيها فكان لابد من إزالتها لما رجعت لهم الأرض عوضتهم على الفترة اللي ما زرعوش فيها الأرض بفلوس بتعويد عادل فبالتالي طبعا ده كل ده يعني لا يقابل ما قدموا أهالي سيناء صحيح لكن نحن عزنا نقولوا أنه مش أهالي سيناء بس لقدموا عشان سيناء لا كل شعب مصر يعني الشهداء من كل حتة في مصر صحيح المواطن اللي ساند القيادة السياسية في الفترة اللي كانت ناس بتطلع تقول إرهاب عمره ما حينتهي وإحنا كل يوم نصحى على خبر تفجير يعني الشعب المواطن المصري الوطني ساند دولته وساند حياته ووثق في قيادته السياسية لغاية ما وصلنا أن المجلس الأمن طبعا أعلى جهة مسؤولة عن أمن هذا الكوكب صحيح وتقرير من جهة محترمة اللي الناس اللي كانت بتستند لتقارير منظمات حقوقية هنا أو هناك ما شفنا همش يتكلموا على التقارير الصادر من أعلى سلطة سيادة العميد يمكن حقيق يعني فنت بشكل رائع فكرة ما حدث في مصر من 2014 وهي ذروة العمليات الإرهابية اللي حدثت لحد ما حصل الاستقرار مرورا من 2019 وحتى ما وصلنا إليه اليوم لكن مع النجاحات دي كلها قدرت مصر كمان عشان ما نغفلش أنها تحط الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان اللي أشار لها التقارير فشاف دي إزاي برضو سندت في دعم هذا التقارير مصر عندها خطة خمس سنوات للوصول للمعايير الدولية لحقوق الإنسان هتقول لي ما هو خمس سنين آه لأن فيه حق الاجتماعي والحق الاقتصادي مش فكرة الحق في الرأي والتعبير اللي هو الحقوق السياسية اللي كل اللي بيهاجمنا بيهاجمنا عشانها لأن المواطن المصري أو غير المصري لو ما عندوش فكرة الاستقرار واخد حقوقه مش هيكون رأيه من رأسه زي ما احنا شوفنا الناس كانت بتبيع صوتها بإزازة زيت وكل سكر فالفكرة في السجون على سبيل المثال مصري ابتدت تعمل السجون على على أحسن طرق هل في واحدة قلت ما احنا بنبني سجون ليه ما احنا نبني مصانع احنا قريدة عندنا مجرمين صحيح موجودين محاكمين المجمع ده قفل قدامه 15 سجن قفل 15 سجن ووفرت بيئة تعمل ريكرياشن حتى للجنائيين يعني لما يروح بدل ممكن واحد يخش متوسط الإجرام يخرج من أعطاة الإجرام لا ده انا بديك فرصة انك انت تعمل ريكرياشن وتوب ما هو واحد عمل جريمة سرقة اخذت 5 سنين سجن انت عقبته لكن لو انت ما صلحتوش هيطلع يسرق تاني ممكن يطلع يقتل الفكرة في ان السجون دي تكون على مستوى يحقق للمزبو لكن حقول إنسان ما فياش فكرة ان واحد عمل جريمة مش هنحزبه يعني بس اقولك ما ده ضد حقوق الإنسان لو حد عمل جريمة وما تحسبش بقى أنا أنا إنسان مواطن صالح إزاي هو ما يتحسبش وهو يعتدي علي ما ده ضد حقوقي كإنسان بعمل اللي علي حقق ضحية يعني حتى دايما نعمل دبيت في قنوات عالمية ويجيبه حقوقيين فأنا يعني مهتم بحقوق الإنسان ولكن حقوق الجميع يعني لما تسيب مجرم يهرب يبقى أنت ما جبتش حقق ضحية يعني حق الإنسان هو حق للجميع حقوق الإنسان دي بالمناسبة أشر لها التقرير بس ضمنية يعني في إشارته لمصر في فكرة إعادة تأهيل المساجين طيب ما ده معناه إن السجن على درجة مناسبة من حقوق الإنسان اللي تخليه يعمل الريكرياشن أو أعادة التأهيل وفكرة الإصلاح والتأهيل الفائلي بقى بالزبط وقرأي كان حتى يعني يمكن صباح خلق مصر جابها برامج فكرة المساجين اللي فيه مركز إعادة التأهيل ومركز يعني بيعملوا لوحات فنية وبيغنوا كل ده من المجرمين كانوا في يوم الأيام مجرمين لكن حقوق الإنسان حتى أمريكا اللي بتهاجمنا يعني أحيانا آخر تأرير طلع من الكونجرس الأمريكي بتقول أن بالفعل فيه تقدم في مجال حقوق الإنسان برضو خليني اتفعل حاجة ومعندهم معايير لا تناسبنا يعني فيه حقوق عندهم ما تناسبناش لإعتبارات دينية واعتبارات ثقافية حقوق الإنسان بتختلف من المجتمع لإعتبارات دينية لإعتبارات ثقافية لعادات أيضا موروث اجتماعي وهو مصطلح كبير قوي أنا رأشوفه بمثابة وطر بيلعب عليه كل متربس لأمن واستقرار أي بلد في العالم سيادة العميد سمين راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية كنا سعداء جدا 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 لجمع حضرتك أنا في صباح الخير يا مصر ويعني نتمنى أن يتجدد هذا شكرا لك سيادة العميد